الموت مفارقة الحياة بخروج الروح من البدن فإذا حضر مسلما الموت فعلى من عنده أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام رجاء أن يسلم لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مات المسلم وأسلم الروح فعلى من حضره إغماض عينيه والدعاء له وتغطيته بثوب يستر جميع بدنه إلا إذا مات محرما فإنه لا يغطى رأسه ويجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه بلا جزع أو نياحة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم أي توجه نحوه فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله وعلى من حضر الميت التعجيل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته والأفضل دفنه في البلد الذي مات فيه وعدم نقله إلى غيره لغير حاجة أو غرض صحيح لأنه ينافي الإسراع المأمور به وعلى أسرته أن يبادروا بقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال وتطوع بذلك بعضهم جهز فإن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاةه أمران الأول الصبر والرضا بالقدر الثاني الاسترجاع وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويزيد قائلا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وتحرم النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لضم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والجيوب ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ودعوى الجاهلية هي النياحة وما يتبعها مما كان يفعله أهل الجاهلية ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترم به ما يشبه نعي الجاهلية وهو التطواف بين الناس بذكر مآثر ومفاخر الميت في الأسواق والطرقات وقد يجب الإعلان عن موته بالطريقة الشرعية إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك قال تعالى كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور